الانجيل بتاع عمر مرقص كتبة لفئة معينة من الناس عشان كده كان بيتميز بالقوة صوت صارف في البيئة أول ما عامل الأسد عش كده بيرمزل بالأسد لأنه جاي مع ناس شرسة جدا 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 وناس قوية جدا فكان لازم أسد ليجي للناس دي ده علاقته بالأسد يعني عش كده بيتجسد معي صوته هو علاقته بالأسد علاقة رمزية وبعد قصة بتقول أنه كان هو والده وما كانوا تحركوا من مواطنهم وراحين أرشالهم ناحية الأردن كده طلع عليهم أسد فقال القديس المرقص قتل أسد ده دليل أنه كان طلع عمره شجاع وقوي القديس المرقص برضو لو ما كانش إنسان قوي وشجاع ما كانش قدر ييجي في قلب الفلسفة الرومانية وأباطلة الفلسفة اليونانية الرومانية في قلب الأهلها اليونانية الرومانية ييجي ويقاوم ويبشر من هو المسيح وسط كل الناس دي يعني هو بغد النظر دكتور عن قصة الأسد الحقيقية اللي بتقال عنه اللي هو طلع عليهم لكن كعلاقة رمزية أعتقد أن دي الأقوى هو الأقوى طبعا يعني دي الأقوى أن مصر هنا هبنول اللي فيها دول كانوا روح الفرعون دي كانت موجودة عند المصريين حتى بعد انتهاء عصر قدمي المصريين روح الفرعون بلس الصعوبة في التعامل معاه روح الإمباراتورية الرومانية المتغرطة بالضبط يعني أنت بتعاملي مع اتنين شارسين جدا فهو جي في اسكندرية اسكندرية دي كان كل الآلهة والفلسفة في اسكندرية وكان كل واحد عامله مدرسة وكل واحد هو الصح وليه شعبية جارفة وليه محبين ومريدين وليه أتباع وأي حد هيقول عكس كده هيبقى هو الوحدة يعني نتخلحها كده وهجي لوحده كل واحد بين الرؤساء المدارس كان معاه ألاف يتبعهم عشان كده الراجل ده أسد بمعنى الكلمة إنه دخل عارين التعابين زي ماقول وعرف يتعامل معهم يعني وعب يتعامل معهم ونجح مش بس يعرف ونجح إنه هو يحول القلوب الشارسة العنيدة دي إلى قلوب لحمة بقى بتحس وتفهم اشتركوا في القناة